كم نفرح بالدنيا كم نفرح بالمال بالنساء بالولاد بالشهرة بالترقيات بالسمعة بالثناء بالتميز بالتفوق بتحقيق الإنجازات والمشاريع نفرح بالدنيا لكن تأتي فرحة العيد تبصرنا بالفرح الحقيقية نفرح بماذا لما أتممنا طاعة الله تعالى الله وفقنا لعبادته للصيام والقيام وقراءة القرآن نفرح على هذا ولتكبروا الله على ما هداكم يعني على ما هداكم إليه من الصيام والقيام وهدايات كثيرة في شهر رمضان الله تعالى هدى قلوبنا لمحبته لمراقبته هدى قلوبنا للأنس به في شهر رمضان كم يقرأ المسلم القرآن في شهر رمضان فيأنس بالله هذه هدايات حصلت لنا في شهر رمضان وأعظم هداية هداية التوحيد والتجرد لله تعالى في شهر رمضان تركنا الطعام والشراب والمفطرات والمحبوبات تركنا الدنيا وهذا من تكميل توحيد الله والتجرد له هذه أعظم فرحة ترجمة نانسي قنقر